النهاردة جماعة معنا التلات انواع دول من آآ بلسم الشعر. تعالوا كده نتكلم عن صنف صنف منهم ونشوفه كده مناسب لاي شعر. تمام? ده كريم اسمه كريم سلك. تمام? او حمام كريم خلينا نقول بلسم. طيب. اول حاجة معي اللي هو باللون الازرق ده. ده آآ العنوان بتاعه اللي هو دماج كنترول. سيطرة على التلف. شايفينه? طيب. الكريم ده او حمام الكريم ده او البلسم ده يا معد. ده صنعة صنع في الفلبين. تبع شركة يونيليفر. يعني بيعتبر برضو من منتج من منتجات الشركات الكبيرة. عنوان الكريم ده او حمام الكريم ده او البلسم ده هو سيطرة على التلف. سيطرة على التلف. آآ آآ يعني الى حد سبعة وتسعين في المية هو بيعمل كنترول آآ او بيحمل شعر من التلف. واخدين بقى لكم حماية من التلف حتى سبعة وتسعين في المية. انتاج جديد طبعا. تعالوا نشوف شوية كده عن مكونات هذا المنتج. طبعا هنا كدبين طريقة الاستخدام يدلك آآ زي ما نشايفين كده. او يدرك كريم سلك ان لكل امرأة خصائص آآ شعر فريدة لذلك ابتكرنا كريم سلك الجديد مع تقنية تجديد الشعر المتقدمة. يتمتع المنتج بتركيبة غنية بالمغزيات التي تتغلغل وتغزي كل من خصلات شعرك كي تنعمي بالشعر الجميل الذي لطالما تمنيتي. تمام سيطرة على التلف مع تركيبة اصلاح الالياف مصمم خاصصا لاصلاح الشعر الضعيف والتالف لحمايته من التلف. احصل على شعر ناعم ببنيات قوية حماية من التلف حتى سبعة وتسعين في المية. ناس كتير كيبت اسأل آآ جماعة عايزة استخدم حاجة لتحمي شعري من التلف او لاصلاح الشعر التالف. هو معاك هو البلسم دو تستخدمي كريم سلك كل يوم. ده هنا بيعمل دعاية للكريم ولكن هو دوت بلسم. عشان تبقوا اخدين باركونا معا. ده بلسم لتجديد الشعر. وزي ما يقولت لكم ان هو صناعة صنع في الفلبين. اهو الصنع في الفلبين بوسطة يوني ريفار الفلبين في مدينة تغويغة. يعني كلمات صعبة معلش يعزرونا. طبعا اللي هيسألني على السعر واجيبه منين. آآ ده هنا بيتباع في السعودية. تمام? وبيتباع في الامارات. آآ السعر بيبقى حوالي اتناشر ريال سعودي. تمام? ده الازرق اللي هو سيطرة على التلف. تعالوا نشوف اللون التاني. واللي هو ده انقاذ من الجفاف. ده عنوانه انقاذ من الجفاف. برضو بنسبة تسعة وتسعين في المية التخلص من الجفاف حتى تسعة وتسعين في المية. ده عنوان البلسم ده. اللي هو من كريم سلك. اوكي? برضو زي ما انتم عارفين منتج جديد. هل في خصائص مختلفة مكتوبة عليه? ايوة. انقاذ من الجفاف مع تركيبة تحفظ الترتيب. يحمي شعرك من الجفاف. احصل على شعر خالي من الجفاف حتى تسعة وتسعين في المية من الغسلة الاولى. طبعا في مبالغات طبعا يعني يا جماعة ما حدش يقول لي من الغسلة الاولى هي شعري خلاص هيبقى آآ راطب وناعم وحاجات زي كده. لا طبعا مع الاستخدام لمدة آآ طويلة او انها مع نهاية العبوة اقدر اشوف او احكم على المنتج هل هو مناسب لشعري او شعري تأثر بي ولا لأ. تمام? انما مش من اول مرة. ده كان النوع التاني من كريم سلك. تعالوا نشوف النوع التالت. ودوت معمول للشعر الاملس. بلسم لتجديد الشعر. شعر املس. يعني شعر المفروض بمعنى اصح. يعني شعر املس حتى اربع مرات. فكرة كلها ان هو دوت هيوصل الشعر لدرجة من النعومة. وفرد الشعر بدرجة اربع مرات اضعاف ما هو الوضع الحالي للشعر. تمام? ده للشعر الاملس. طيب. في حاجة خاصية برضو معينة للدوت. ايوة. مكتوب هنا هو. تركيبة الشعر الاملس. مع مكافحة التجاعد. مصممة خصيصا ليجعل الشعر المتجاعد الصعب التسريح. املسا ونعما كما يساعد على تقليص التجاعد. لشعر يشع جمالا يوما بعد يوم. من ناحي شعرك نعومة حتى اربع مرات اكثر من الغسلة الاولى. اوكي. زي ما قلنا صنع في الفلبين. طبع شركة العالمية. ادي التلات انواع اللي حبيت. يعني اشاركم معاكم في الفيديو دوت. شكرا لكم. ما تنسوش المتابعة. واللايك للفيديو اي استفسار جاهزين للرد. شكرا. السلام عليكم.